أنا قلت لك قلت لك إذا كشاعر وكمقدم تفصلي إياهن تمام؟ كشاعر وكمقدم تفصلي من أقول هناك وأقول هنا نزار الفارس ما عندي إشكال علي نهائيا قبل ما تطلع يعني الإشكال البياني وبين شهد ألف تحية الشهد الرجل قطع مقطع أثير وكتب أثير يقول أنا ما أتابع شهد طيب أنا بالحلقة قلت لك شهد صديقتي حافظها قال لي ما تسمحها باليوتيوب؟ قلت لي لا ما أسمحها باليوتيوب أروح لليوتيوب وأسمع شهد؟ لا ليش؟ لأنه قلت له أنا اتصال مباشر بيني وبين شهد علاقتي قوية بيها يا أخي المفروض هذا الكلام يوصل كامل قطع المقطوعة أنا أتابع شهد فمن تطلع هذا الكلام صعب شهد تنجرح والناس تأخذ عليه موقف مو حلو تمام؟ فهنا بصراحة توترت أعصابي والدليل أنه ممكن بردة العلاقة بيني وبين شهده هو كان سبب فمن أقول علي إعلامي فاشل قلت بالضبط قلت إعلامي فاشل تحياتي إلى الآن علاقتنا طيبة يعني بيننا السلام موضوع طبيعي من قلت إعلامي فاشل إعلامي فاشل بهذه المسألة المفروض تكون منصف يا سيد رسلان اليوم من أسولف وياك موضوع توصله للناس كما هو لا تقطع منا جزء وتطلعني بوجه أسود قدام الناس اشتركوا في القناة